مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي مرحبا نتعامل معهم كيفش وش نخرجهم كيفش وش ما نخرجهمش الجواب وهو ان الاكتدار الالانيب كي خليهم انهم كيتعلموا كيزعموا يلا بك خليتهم غي ففي الولادات يكونوا متأكدين انهم ما غاديش يبقوا غي صاقرين وغا تكون تربية ديالهم يعني هما يوليوا خايفين والالالانيب اللي كيكونوا خايفين سموك يوقع لهم انهم كيوليوا ما كي يكلوش مزيان يعني ماشي هما كينوضوا ويتعلموا ضغياء ويكبروا ضغياء لا كيولي وغي حالي نقولوا شي شي واحد ما جايرش احنا كنقولوا ما جايرش الى ما جايرش كيولي عندكو احد الارنب خامول ما قادر شوش دب هم هم هنه كيتخاطفوا على الماكلة هادك اقتضاد مزيان لهم مزيان يعني اضافة الى الماء انتم كيما كتشوفوا ديروا طويصات صغيرين ماشي طويصات كبار انها ممكن انهم يغرقوهم من الماء ويقدرواش يخرجوا هاي طويصة صغيرة وهاد طويصة كبيرة اني قدرت فيها الخشبة كيما كتشوفوا معايا باش تحوزهم ما يمشوش يغطسوا بالاضافة الى الشمس الشمس راه هي اللب ديال التربية ديال يعني ضروري انكم مره مره تخرجوهم ولكن ماشي اشي الشمس مباشرة لاحظوا انني هنا انتم اني حل عليهم واحد شوية هنا هكا ولكن غي شوية واحد قسمين ولا نغطع لهم او ثاني المره اخرى او ثاني نحل عليهم شوية ونغطع لهم هانتم كما كتشوفو راكي يقل الفصة عادي هدا راه عمور عشرين يوم شحال موحد غادي قولي لا ما يمكنش ولكن عمور عشرين يوم هناك راقيهم ياكلوا الفصة اليابسة ويعني بتجريبة هانتم هاد الكتيد هاد هدا راه مزيان لهم هكا راه مزيان لهم معليش واخر شوفوهم هكا راه مزيان لهم هانتم هكا ده بكي كي يعني كي يتنافسوا على شون غادي ياكل مزيان مزيان بالاضافة الى موضوع اخر وهو منين تخرجوهم يعني البلايس ديولهم حاولوا انكم تنقيوهم نادب ذاك اللواط ولا النجارة ولا اي واحد دير شي حاجة يعني باش كت يعني تدفيهم حاولوا انكم تبدلوا هدك الفورشة ما تخليهم شدك الفزاق ديولهم يبقى اعزكم الله وفضل لنفر اللقيته هدي راكي بدو يفزقوا الى بدو كيف يفزقوا وخليتهم تنمايا غيم كمين تنمايا وحضنا الله يحفر الله يسترد كي يخرجو بالجارة هذه راة معروفة هذي إدان الطريقة باش ندفوق يعني البلايس ديولهم انا غادي نوريكم كيفاش إدان بخاخ عادي هذه العلامة التجارية هي قرعة خاوية تسالي سنينة منها تسالي سنينة منها تغسله بالماء والقهوة قهوة وجافيل القهوة تحيد هذه الروائح التي يكونوا في القهوة أي قرعة تغسلوها تخذ القهوة ومخذوها مزيان لا يبقاش فيها تأثير المحلول درت فيها الخل يعني معلقة ديال الخل وعمرتها بالماء ودرت فيها معلقة ديال آرشي كتخلق المحلول جيدا وصفي وكتقطرش بها المكان ديالهم كما تشوف كبار طريقة لكلهم يعني قعل الماري أنا رأني مرقمهم هنا أي أربعة ثلاثة المهم مش حلم واحد غادي يقول لي هالتقييم يعني اسمه هو يعني علاش مرقمهم أنا رأدي نقول لكم علاش مرقمهم أنتم ما تبعوا معايا إذا مرقمهم لأنه ما يمكنش أنه منين نتخلط الصغار رديس عقل عليهم يعني آآ ما يمكنش في الحقيقة لأنك يكونوا عمر واحد ما يمكنش أنني دبا انفرز بيناتهم ولكن أنا هنا هنا يا رأني مقيد ورقة ودير الأم رقم واحد رأ عندها هاد الأم لأ نفس الشخص يعني ال unsure هي الشخص هذا البابيون الأصفر والمزركش والأبيض وجوج السوداء مقيدهم ديال الأم رقم ثلاثة والباقية ديال الأم رقم أربعة باش من يجي وردوهم باش يردوهم مخلطين باش يمردوهم مخلطين لأن الأم إذا لمشت تعرفت الصغار ديالها مبدين عليها ممكن أنها ما تردعهمش ممكن أنها تعيق بهم يني حالة نادرة ماشي وخاية 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 بدل الصغار مكيوقعوالو ولكن من الأحسن كل حاجر الدواب بلاسة ماش نعرفو تا العمر ديالهم يعني أي واحد العمر دياله عاوس لني الأم إلا كانت بغت تولد مرة أخرى نعرفو التاريخ ديالها وفوقاش غادي نفطموهم ماشي نخلطو ذلك الشي ومقاو غي كان نخربقو وكررونو لا أي حاجة عندها الدوابط رقعو السيلو هادو رقموهم رقم واحد اثنان ثلاثة أربعة ولو عندكم قاطع بزاف رقمو ذاك الشي كل حاجة حطوها بلاسة صافي سهلة من العشية مثلا لأن الطريقة هادي بقو تديرهم من العشية العشية تردهم لأمها ديالهم لأن الحليب أولا ضروري بالنسبة للحليب وتانيا يعني كتتولفوهم أنكم واحد نهار غادي تفطموهم يعني هادي ها الطريقة أنا كنت تعملها راني في تديرتها في فيديوية ديالي أنه كتتتعود هاد الصغار أنهم واحد نهار ما غادي تفطموه ماشي ديما ديما تكون شدهم مع الأم ديالهم واحد نهار تقول صافي أنا غادي نفطمهم هادي كي يسمي هو صدمة الفيطان راكي اللي كي تصابوا بصدمة الفيطان صدمة الفيطان فيها أنهم كي تبعدهم على الحليب على الأم ديالهم كي يخافوا كي يقولوا خايفين الثاني حاجة كي يديروا الأكل كي اللي ما كيعرش كي بقع تنهم الخبز كرم حتى كي يدكهم بالتالي كي بقوا يمثلون إذن طريقة بسيطة وسهلة يعني حاولوا أنكم تتابعوا هالخطوات وإن شاء الله إذا قدرتوهم أراها إن شاء الله شعارنا ديما كنقولوه في قناة ديالنا وهو الخير جاي لقدام إذن الناس ما زالوا ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قانات غادة بالدعم ديالكم كنشركم بزاف على التعاليق طيبة ديالكم تسندونا بزير جام وما تنسوناش يعني بهذا اللايكات ديالكم هم اللي كيدعموا القناة وتسكينوا لزير الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة